السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أخوكم حسين من مملكة البحرين أدعو أخواني من الوطن العربي متابعة والاشتراك في دورة الأستاذ وسام لأنه محتاج كرتونين بندون لك الحلقة بصراحة بس للأمان بس النتائج الحمد لله الحمد لله الحمد لله قاعد أغطي كل الخسائر اللي خسرتها في السابق ألف شكر لك الأستاذ وسام وكلمة شكر قليلة في حقك ونصل الله إن شاء الله التوفيق إليك في الدنيا والآخرة ألف شكر لك أستاذ أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد سنقوم بتحليل البيتكوين اليوم كما تعودنا يهميا لكن قبل البدء أدعوكم الاشتراك في قناتكم قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها اضغطوا عليها من صندوق الوصل لهذا الفيديو مباشرة لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة هناك نصابين كثور ينتحلون شخصياتي يكونوا حذرين إذن بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معك في أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية يوميا ولا بأس المشاركة معك أرباح اليوم كما عودناكم لاحظوا هذا الأخ يحقق 82% من البيتكوين صعود هنا هذا الأخ يحقق 31% ربح ويقول ألف شكر أستاذنا أصبحنا نعتمد على تحليلاتينا بفضيلات ومفضلك وتعليمك وجودك جزاك الله خيرا خير الجزاك شكرا لأخي الكريم مبروك 171% كذلك ربح يقول ألف شكر لك وألف تحية لك وحتى وأنت نايمي أستاذ ويساب شكرا أخي حسين مبروك أخي الكريم أرباح لاحظوا كذلك هنا الأخ حسين 700% 339% 241% 409% 881% لاحظوا الأخ حسن يحقق 495 دولار في عملات أفاكس الأخ عادي 292% هنا أخ الضيقة توقع 78% في اليورو دولار 222% الأخ سعود في البيتكوين الغاز الطبيعي الأخ حسين 293% 440 دولار في عملة RNDR أخ حسين 384% 411% 845% 314% لاحظوا كمية الأرباحة كلها بفضل هذا العرض هذا أقوى عرض يمكنك الحصول عليه حاليا لأنه عرض حصري ومتكامل لأنه به جزء نظري وجزء تطبيقي الجزء النظري هو فيديوهات دورتين وليس فقط دورة واحدة دورة price action ودورة التحليل الموجي من أفضل ما يمكنك رؤيته من معلومات إدارة تحترف التداول باستعمال علم المنطق في التداول 34 فيديوهات تعطيك 30% مما تحتاج لكي تحترف التداول يعني مستحيل تتوقع أنك رح تحترف التداول بالفيديوهات فقط مستحيل الجزء النظري هو قناة التحليلات اليومية تحصل علىها 3 أشهر تشترك فيها هي اللي رح تعطيك 70% الباقي لأنها هي اللي بها المفاتيح التي ستجعلك تفهم الفيديوهات وتفك شفرتها لأنها صعبة وتحتاج إلى التطبيق لي كي تفهمها وحتى في التطبيق هناك أسرار غير موجودة في الدورتين لذلك قناة التحليلات اليومية أهم من الفيديوهات لأننا نحلل فيها كذلك يوميا من الاثنين إلى الجمعة كل الأسواق فوريكس كريبتو أسهو مواد أولية مع تسجيل هذه الحصص لمن لم يستطع الحضر إذن تتعلم تطبق وتحقق الأرباح إن كنت جدا في التعلم كذلك تحصل على ثلاثة أسرار في مجموعات النقاشات التابعة لقناة التحليلات اليومية بأخيرة المتداولين لذلك يجاوبونك على أسئلاتك يتابعون معك يشاركون معك تحليلاتهم صفقاتهم وهكذا تجد نفسك منضم إلى عائلة تساعدك تأخذ بيدك إلى أن تحترف بإذن الله رابط اشتراك في هذا العرض مثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط لا تنسوا كذلك ذهب إلى الموقع بي برويف تريدر دوت كوم بي برويف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك كتب يمكنكم تحميلها مثل الدريء الساسي الشمالي وبنية المتدين فقط تضغط على أبدالع المجنة دائمينك الخاص وتصدق الكتب إلى دائمينك الخاص تحذير التداول من خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وهذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطيه لنص إحمالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول مسؤولية أنتم عن قراراتك قناة الإنسان في الكاتب لا تتحمل أي تمسؤولية كل ما نطلبه منك وأن تراقب تقارن تشاهد ودعجبتك الطريقة يمكنك الإنضمام إلى عرضنا وإلى دوراتنا ماذا لدينا في البيتكوين اليوم إذن إخواني إذا تذكرت يوم أمس عندما حللنا البيتكوين تحدثنا عن هذا النزول وقلنا وكنا قد توقعنا هذا النزول وبالفعل حدث النزول وأخذت 50% هنا وبقيت 50% أخذتها عندما نزل يعني عندما أخذتها عندما حدث هذا النزول يعني بعد أن بدأ يصعد البيتكوين ثم نزل أخذت 50% هنا لأنني عارف أنه هذا قد يكون فقط رانين وهذا توقعنا كذلك وتحدثنا عنها يوم أمس وتبقعنا رانين وقد يصعد بيتكوين لكسر هذه القمة كما أنه قد يصعد لكسر هذه القمة لأنه قد يكون كذلك هذا هو ذلك الرانين للصعود لمرة أخرى لكسر القمة لذلك ستسجون أنني أنا حولت من البيع إلى الشرع حاليا وأنا بريكيف الآن طيب إذن إذا كان هذا إذا كان هذا النموذج رانين إذا كان هذا النموذج رانين سيتم كسر القمة على الأقل على الأقل لذلك أنا في الصعود الآن هدفي أنا حولت وقت خساري إلى بريكيفين هدفي لن يكون هو هذه القمة لا هدفي سيكون هذه القمة لاحظوا معي تسعة وستين الف ومئة وربعين دولار هل أنا متأكد من أن البيتكوين ساعد لكسر القمة لا لأن هناك دائما لازال هناك طالما لم أكسر هذه القمة دائما لازال هناك احتمال تقفيل هذا الموجه ويعود لكسر القمة دائما موجود هذا الاحتمال لذلك لذلك أنا الآن بريكيفن ساعد وكسر القمة وطار سأكون في الصفقة وأنا موجود فيها موجود جميل جدا لم يطر يعني ساعد وكسر القمة ثم عاد بموجة دافعة قوية يعني يكون هذا تلاعب فقط ويعود السعر ويكسر آخر جدر لمستوى الـ 40,853 ثم يصح هذا النزول لمستوى الـ 15 عبت الله ما لا يريد الناس أن يسمعوه مع الأسف يكرهون هذا الأمر مثل ما حدث ونلاحظه نزول ثم صعود تلاعب ثم بوم نزل هذا هو نزول ثم صعود قد يتلاعب ثم بوم ينزل لا أريد أن أحدث لا أريد أن أكون في هذا النزول أريد أن أكون في هذا النزول أريد أن أكون في هذا النزول إذن توقعنا هذا النموذج وحدث توقعنا هذا النموذج وحدث لاحظه قوة تحليل موجود الآن سنرى بالرغم أنه هذا الصعود يعني لا يعجبني لكن ممكن أنه يصعد لكسر القيم طيب الآن الآن هل يمكن فقط أن يكون هذا تصحيح هل يمكن فقط أن يكون هذا تصحيح وينزل البيتكوين لكسر هذا القاعد يتلعب ثم يسعد أو ينزل يصحيح ثم يكمل نزول كذلك ممكن لذلك كيف سأتصرف الآن مع البيتكوين الناس التي ضيعت الفرصة في الصعود ما عندها إلا أن تنتظر الآن أنا الآن بريك إيفن في منطقة الدخول لن أخسر حققنا هذا النزول حققنا منه وربح الحمد لله وخرجت كذلك في المرة الثانية في الخمسين من الأخرى هنا أن يعرف أنه هذا الراني وقد يسعد يكسر هذا القيمة على الأقل الآن سأركز على هذا النموذج أو على هذا التصحيح أريد أولا أن يكسر هذا القيمة وبعد ذلك أرى إذا كسر هذا القيمة وعاد وصحح هذا النزول لكسر هذا القيمة بريك إيفن إذا سعد وكسر ممكن يطير من هنا بوم يطير أو كما قلت هناك عدة احتمالات هناك عدة احتمالات في البيتكوين الآن ولكن نحن نمشي معه خطوة بخطوة إذا إذا سعد وكسر القيمة هنا جداري سيكون هذا المنطقة إدارة تلبحة عن البيتكوين أرجع وصحح وسأبيع غير ذلك سأستمر في الشراء إلى أن يصل إلى القيمة طيب كما قلت إذا كان هذا فقط تصحيح للنزول لكسر هذا القاع أو حتى لنزول أكتر سأحاول البحث عن الهبوط إذا أعطني إشارة إذا أعطني إشارة إذن هناك شوية التعقيد في البيتكوين حاليا هناك شوية التعقيد لكن خلونا نقول خلونا نقول أنه بعد السعود لكسر مستوى 45873 سمرك كيف سيتصرف البيتكوين يأما سيسعد يكسر يتلاعب ثم يعود موجة دفعة تصحيح وسيبحث عن البيتكوين مرة أخرى وسأكون خرجت أن هذه الصفقة بريكيفا دون خسارة يعني أو أو سيسعد وسيطير سأكون فيها شراء لأنني أنا موجود فيها الآن في جميع الأحوال أنا رابح إذن جداري للنزول هو هذا الجدار هو هذا المنطقة مستوى 43 789 يبحث عن النزول الآن أحتاج أن تكتمل بنية هذه الموجة هذا هو أكبر تصحيح إذا كان هذا رانين أحتاج أن تكتمل البنية ويسعد يكسر القمة ستكون على شكل ABC وبعدها سنرى هل سنحصل على مثل هذا التصحيح هنا حتى تكون هذه الموجة على شكل W X Y X ونبحث عن نزل أو ستلغى بين A والB والC وسيطير البيتكوين أو سيتلاعب مع أنه بالعين أنه هذه C وراح ينزل بموجة دافعة ثم تصحيح وسأبحث عن النزول لذلك قلت هناك عدة تعقيدات لذلك نحن ماشيين معه خطوة بخطوة ومستعملين ما يسمى الوقف المتحرك ووقف الخسارة المتحرك حتى لا يتلاعب بي أوكي إذا نحن الآن سننتظر ونرى البيتكوين هل سيسعد يكسر هذه القمة ثم يكسر هذه القمة إذا سعدوا كسر هذه القمة وعد سأبحث عنه نزول إذا استمر في الصعود أنا في حالي إذا نراقبوا البيتكوين فيه شوية تعقيدات فيه شوية تعقيدات لذلك أنا حاولت خسرتي بسرعة بركيبة وتحولنا من البي إلى الشراء وهذه قوة تحليل موجة نعرف متى نتحول من البي بربح ثم نأخذ الربح كذلك من الشراء لذلك إذا أردتم احترافتي الطريقة سرتم تعرفون لدينا عرض قوي يساعدكم على احتراف في التداوي بهذه الطريقة رابط اشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أو الرابط في صندوق كذلك لهذا الفيديو أو الرابط تضغط عليه تتواصل معي مباشرة على الخسر الذي وجوابك وتبدأ لحديك نحو الخمسة من الربحين وتبتعد عن الخمسة ودسعين من الخسرين لا تنسوا أنهدفنا وتعليمكم أن العلمي بسلام عليكم ورحمة الله و تعالى وبركاته اشتركوا في القناة